فارق الفاتي الفارق الصعيد حديثا للقسم وضعاني الثاني جملة من المشاكين كما يعرفون الناس والناس المتبعين في الفتصال في المغرب والناس المتبعين في الفتصال خاصة بدين السطاس من الجانب الذي كنا نهضر عليه للقاعة هي الحمد لله دابة وزارة شبيب والريادة دخلات لسيد المندوب وجاء الناس وشافوا الحالة دي القاعة وربما في الصيف غدا تعود ترمم كاملة اللي تحطط له هاد البيت جي دي تقريبا هاد 450 مليون باش تتعود لجدد القاعة الحمد لله كنا الصعوبات مادية أنا نهضر الجانب المادي اللي كنا في مدينة سطاس على جميع الفارق الريادية لأن فارق اللي أن مدينة سطاس عند ربعة الفراقي في دوزيام سيري وعند الفارق الأم اللي هو فارق الفتح الريادي السطاسي اللي كيترأسه سي حسان باراق لأنه فارق فارق اللي كيدي ألقاه بدكو أصل عرش كيمثل المدينة كيمثل عنده لعبين كيمثل الفارق الوطني رجع السؤال الميناح اللي كتعطى الفارق لي مينح هازيل جدا لا يؤقل بأن الفارق في مدينة سطاس كي سيربوط على قسم وطني الثاني من قلمين للداربيدة اللي عنده 12 مقابلة 24 مقابلة في السنة ب30 ألف درهم اللي كيعطي المجلس البلدي فارق ما كنت تأخذ مينحا من الجيهة ما كنت تأخذ مينحا من المجلس الإقليمي كنا شل صعوبات ولا يخفى عليكم بأن اللاعب دابا في مدينة سطاس لبغي العفوة والتصال خاصوا الصالة خاصوا البريم سينيات والخاصوا ربما كنا جملة دي المشاكيل كنتمنوا بأن المشكل الأول كان عدنا ودي القاعة دابا الحمدون الله من اللي دخلت من دوبية في إطار سيد المدير الإقليمي اللي كينا جاءت لجنة من وزارة شبيبور ريادة وعينة القاعة المغطاة كما قلت بأنها غدا تصلح والعمجين إن شاء الله غدا تكون قاعة من طيراز العالي الحمد لله نحن عندو على الفارق دي أنا أسود شوي لأنه فارق كما قلت فاتي فارق حديث لي طلع للدوزيم سيري أول سنة كي طلع للدوزيم سيري تبكي تنافس على الصعود فحن اللولين بسبع وثلاثين نقطة ربما لا خصنوا حد ثلاثة المات شاسو الأربعة وغادينا إن شاء الله نحق الصعود اللي مدينة ستات كاملة فحن أمس الحاجة الفارق ثاني اللي غادي يكون مع فارق الفاتح الأم دي أنا ومش لا يخفى لكم بأننا قناعة ربعات فارق برومير سيري تم مدينة ستات يكونوا عنده جوش برومير سيري لماذا لعنى مدينة ستات عطات لعبة المنتخب الوطني كما قلت ربعات اللعبة كين نفسوا فارق الوطني ولا تستات مزيد من الأيطار الوطني وكما كيقول لشيخ المدربين حسان باراق اللي هو وأولي نماد أدريادة في مدينة ستات من ناحية الفوتصال وكنتمنىوا جميع الفوروة نستاتية من هذا المنبر توفيق والنجاح وكنتمنىوا من الناس المسؤولين ومشمع المدني باشي تتاجه لدى الجمعيات الريادية للفوتصال ويدعمهم وجمع الشهيرين وتحيق لأن مدينة سطات في أمس الحاجة التي تشي من بعض الفريق ديالنا اللي هو الفريق الأم النادر هي دي السطاتية اللي را كل شي كيعرف الأحوال اللي كيعيش فريق نادر سطاتية وشكرا